السائل بيقول ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر الشرك الأكبر قال العلماء عليهم رحمة الله هو تسوية غير الله بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله تسوية غير الله بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله وهذا التعريف دليله من القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الشعراء وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكمكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون طالله إن كنا لفي ضلال مبين يعني في الدنيا قالوا كنا في ضلال مبين دين ناس أشركين كانوا بيشركوا ببشر ودين خشوا معهم النار برضو خشوا معهم النار كويس اختصموا جوا قالوا لهم طالله إن كنا لفي ضلال مبين يا داب هناك بيعترفوا إنهم كانوا طالين في الدنيا لكن في الدنيا لما كانوا الدعاة ومن قبلهم الرسول والأنبياء لما كانوا يقولوا لهم الشرك بأهل ضلال ما كانوا بيرضو وكانوا يعادوا دعوة الرسول والأنبياء ما ربنا قال ومن أضل مما يدعو من دون الله ألا يدي عن إشه دعنا قراءة كثير في الحلقة ما معنى ومن أضل العلماء قالوا دعي الصفهام يراد به النفي يعني شنو الكلام ده يعني لا أحد أضل مما يدعو من دون الله شفت البنات غير الله اللي بيقول يا ست مريم والبيقول يا شيخ المكاشف والبيقول يا الصايم ديما كويس والبيقول يا رسول الله شفت ديال ربنا قال لك ما في أحد أضل من النازل أصلا ما في ما في أحد أضل من النازل ديال بلغوا قمة الضلال بعدهم ضلال ما في ذاته يعني بعدهم لفوق كده تاني ضلال ما في قمة الضلال ومن أضل يعني منه أضل ممن يدعو من دون الله يعني من الذي يدعو من دون الله الجواب لا أحد ما في أحد أضل من الذي يدعو من دون الله وليه هذا أكبر الضلال يا أخواني ليه لماذا سمى الله عز وجل هذا أكبر الضلال ولا ضلال بعدهم لأنه يا أخواني معقولة بل عقل لكن الناس يقول ما بيعقلوا أص المشرك ما عنده عقل ربنا قال فرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة أم تحسب أن أكثرهم يعقلون أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا المشركين ما عندهم عقول عقول تبصرهم بالصواب والخطأ والحق والضلال مش عقل الإرشاد والإدراك عندهم ما ممكن تلقى مشرك بروف دكتور هل ما عنده عقل لا العقل بتاع الإدراك عنده عقل بتاع إدراك وتلقاه من أذكر ناس لكن عقل بتاع إرشاد يوريه أنه ذا الطريقة الصح ذا الطريقة الغلط ما عندهم شكرا الله وصفهم وصفهم ذي البهايم ليه لأنه البهيمة بتمش ساي البهيمة دي ما ماشى ساي ما بتعرف الصح وين والغلط وين ممكن تبول في الشارع ممكن تلقى الأتيسي جامع الغنماء في الشارع ولا ما ما بيشتغل بأي ذول هلفتا شكرا الله وصفهم بالبهايم قال لك بل أضل أضل من البهايم ذاته ليه لأن البهايم بتعرف الله البهايم تعرف الله عز وجل لكن دل ما عندهم عقول ترك الله عز وجل الذي يرزقهم والذي أحياهم والذي سيميتهم والذي ألهمهم النفس أي ذول بنادي ست مريم ولا بنادي المكاشف نسأل الله عز وجل اكتم نفسك ولا يكفل لك دبرك لا تعرف تتنفس ولا تعرف تبول نسأل الله يرينا فيكم يوم لما انتجي جار يوم بيجاء أوه ما قادر أبول يا ذا بتعرف إنه الله الخلقك الله براه ما لأولي ولا الصالحين عشان كده لما كان بيقولوا لهم كده في الدنيا يستكبروا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون كبروا كويس ويقولون أإنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ذا ناس مستكبرين مشركين مستكبرين وناس مكارين ربنا قال ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ربنا قال قال نوح رب إنهم عصون واتبعوا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا غسارا ومكروا مكرا كبارا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوثا ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا يعني أضلوا الكبارات فيهم أضلوا كثيرا مش ديلا الأضلوا ديلا ما أولي صالحين لا الكبار فيهم المجرمين وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ربنا قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا يعني بسبب خطاياهم بسبب الشرك مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا أقرعوا في الدنيا وأدخلوا نارا يوم القيامة فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ما في فكي بحلك يوم القيامة أبدا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا المشرك لما ما يقبل الحق تدعو عليه طوالي أسأل الله إن الجمه شفته زي ما هو التلقبين طوالي تدعو عليه وقال نوحا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك فالضلال الكبير ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا فاجر كفار أكفر الناس وأفجر الناس الذي يدعو من دون الله تبارك وتعالى نرجع لس عيت الشعارة ربنا قال وما أظلنا إلا المجرمون قالوا وهم فيها يختصمون طالله إن كنا لفي ضلال مبين ليه إذ نسويكم برب العالمين يهد تسوية غير الله بالله تتعرف الشرك كنا ضالين قالوا ليه لأنه كنا من نسويكم برب العالمين نجعلكم الله واحد يا الله ويا والبدو ويا الله ويا المكاش والله البنزل المطر والصالحين هما البنزل المطر والله البد جنة والشيوخ برضو بدوا جنة الله بيأخلق البراه برضو بيأخلق أحمد الطيب بن البشير برضو بيأخلق إذ نسويكم برب العالمين صوفية ذا لهم ما تابوا من عقائدهم دي والله يتورطوا يوم القيامة وارطة والله يتورطوا وارطة ما يلقوا مخرج أبدا ما يلقوا مخرج أبدا يتورطوا والله كويس؟ إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون قالوا المجرمين هم الذين أضلون بتاع دماله أناس وما أضلنا إلا المجرمون دي أدبر جريمة أناس ولاحظين ربنا في القرآن ما سم له ذنب من الذنوب جريمة إلا الكفر والشرك بالله عز وجل لاحظ أقرأ القرآن شوف جريمة كلمة جريمة ربنا بيطيقها على ناس مين والمجرمين الله بيسممونه المجرمين هم منه راجع الآيات كلها الله قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الآية بعد البعديها ويوم يقول ناهدوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقاء ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولغا صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذا اليوم المجرم كويس؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأقلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ تيج جريمة كبيرة وده الشرك اللي ربنا سماه جريمة وأي مشرك مجرم أي مشرك مجرم وأي زال يدعو للشرك ده مجرم شكيداً إحنا عندنا أكبر المجرم في البلد الصوفية أكبر مجرم والكلام ده نقوله في أي محل في أي مكان هنا تحت الزنك فوق الزنك عرفت تودين أي مكان الكلام ده ونتراجع منه أصلاً لأنه ده كلام الله تبارك وتعالى يا أخي يشيلوا حق الله يدوا للمخالق الناس ما عندهم أي حاجة يدوم حق الله تبارك وتعالى ها؟ أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون تشركوا بالله ما لا يخلقوا شيء خلقوا شنوديل مع الله عز وجل ما خلقوا أي شيء عرفته؟ إذن وما أضلنا إلا المجرمون ده هو الشركة أخوان ده الشركة الأكبر المخرج عن الملة اللي صاحبه الله ما بيغفر له يوم القيامة أبداً ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا قوم وقال المسيح اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصار ده الشركة يوم القيامة مآله كذا ودعنا المشركين مآله كذا يوم القيامة الله قال وما هم بخارجين من النار ما بيمرقوا مشرك ما بيطلع من النار نهاي وهم دائرين يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم دائرين يمرقوا لكن مرقا ما في أعمل حسابكم شكدا نحن نحذر أنفسنا ونحذر الناس حتى الموحدين نحذر إنهم ما يشركوا بالله تبارك وتعالى حتى الموحدين لأنه ربنا حذر الرسل والأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة من الشرك وإبراهيم عليه السلام ربنا حذروا من الشرك وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا مع إنه ربنا ما ديوش آده في أكثر من آية وما كان من المشركين إبراهيم عليه السلام بعد ذا كله الله يحذر من الشرك بالله تبارك وتعالى ذا الشركة الأكبر ومن أجل الله عن الشرك أقمنا هذه الحلقات ما عندنا ما عندنا أي موضوع تاني ما تتخيل يوم نجيك هنا نغير الموضوع نقول لك أعزاء أعزاءنا المشاهدين أو المشاهدون نسبة لظروف البلاد ونسبة لأننا نريد أن نكون صفا واحدا صفا واحدا مع منه مع الصوفية نبقى صف واحد نبقى معهم صف المرق برا منه نحن المرقنا ولا هم نحن ترانا هل دا في إسلامنا وفي ديننا هم المرقوا يبقى ليجي راجع إلى التاني منه نحن نمشي ولا هم اللي يرجعوا اللي يرجعوا المفروض هم يرجعوا عرفت سكيدة تعرف أنه أي زول يقول لك نحن وصوفية واحد وصوفية بحبونا ونحن بينحبهم وما بيرضوا فينا وما من نرضى فيهم أعزول أنت عندك في النهاية ما أكل دار تأكلها روح أخا مش أكل يا أخا ما تضيع دين الناس أنت دار تأكل أيوة أمش أكل بغادي أخ ممسكينك أمانة الأمينة العام ما تعرف للدعوة بولاية ما تعرف شنو يا زول إتا قايل روحك من إتا قايل روحك شنو إتا رفت الحاصل يجي قل لك نحن والصوفية كلنا واحد في النهاية ضد الشيعة دي طبعا الوهمة بتاعتهم ضد الشيعة البلد دي فيها كم شيعي أنا أسي بقى أجير لك بقى أجير لك أمجات والله أمجات أو ركشة لف من الآن لغايد بكرة الصباح أملأي الركشة دي شيعة بس الركشة فيها كم نفر واش ثلاثة ركب كمان معك واحد قدام أولا أقول لك جيب اتنين جيب لغاية اتنين شيعة لف الخرطوم دي لغاية بكرة الصباح جيب لغاية اتنين شيعة بتلقى لكن تعال بديك زي الجرار دا خمسة الجرار دا بس خمسة جرارات بملأوا لك تي جانية بس من السوق المركزي والله العظيم ولا تمشي كل الخرطوم هنا بس شفت السوق المركزي أمرك بأيجا يقول تي جانية تي جانية تي جانية علينا جاي أمرك بأيجا يلف والله لو ما أملوا لك التلاتة بطاعت تعال سعالني تعال كذبني فما بالك لو دار أقول لك لف الخرطوم واملصو فيها يا زول ديل لو سكت مئة بطاعة ما بيكفهم جرارات مئة برضو بيشحنوا لك فل ولسه بيكونوا فواهدين مارك بو وغير ناس مضوام بان وغير ناس الزريبة وغير ناس ودبذر وغير ناس هناك كسلة ست مريم وغير ناس مين يا زول عرفته فعشان تعرف إنه زول عارف الحقيقة هو عارف البلد دي ما فيها شيعة عارف المعلومة دي وعارف البلد دي مشكلته وين لكن ما دار ينظم في المشكلة الحقيقية يقول لك الشيعة هم وينوم وينوم هم الشيعة عرفت العاصل يقول لك نحن والصوفية ضد الشيعة والفرق بين الصوفية والشيعة اشنو أي زول بيديجن ولا بدون ديجن تعارفوا شوفت يركب لك مكانة تلقى موضوع كل الشيعة وما الشيعة وشيعة وما الشيعة ده موضوعه كله عارف إنه ده زول مجرم زول مجرم زول دار يضل المسلمين بس وهو عارف الحقائق عرفتوا؟ دي هو الشركة الأكبر بلد ديها زول دائرة كلام في التوحيد دائرة النهي عن الشرك الأكبر المهرج عن الملة وده سبب الفساد زي ما أكلمك أهونا كل يوم جرائم جديدة وكل يوم بلاوي جديدة والناس الناس ما قادر تحلل ما بتعرف تحلل تحليل صحيح التحليل الصحيح إنه البلد دي مليانة صوفية دائرة جرائم تنتهي هاي كسر الجباب والأضرحة أي صوفي مبطح في زريبة ينجلد عشر جلدات تنزل السوق دي يشتغل على التالي والله العظيم لو دائرة البلد دي تمش لقي الدام لو دائرة البلد دي تمش لقي الدام والله نحن بلد دي نلقى فيها فرقة ثلاثة يام بس نصفية لك تصفية والله لما انت احترزاته والله تقول ما أقول ده السودان ياو ده السودان زي ما قالوا الجماعة عرفت الحاسن فده يا أخواننا الموضوع أما بالنسبة للشركة الأصغر ده الجانب الثاني من السؤال فالعلماء قالوا كل ما أطلق عليه لفظ شرك في الشريعة وهو لم يصل إلى درجة الشركة الأكبر فهو الشركة الأصغر زي الحلف بغير الله مثلا ده شرك نبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك ده شرك لكن شرك أصغر إلا إذا اعتقد صاحبه أن المحلوف به هو في درجة الله تبارك وتعالى أو يستحق الحلف به كما يستحقه الله بعد ذا بينتقل من الأصغر بيمشي لي وين بيمشي للأكبر لأنه الشريك ده كله مربوط بالعقيدة أخوان كله موضوع بتاعه غايت فده السؤال بتاع السائل طيب البعده قال شنو قال مشكلة ده ما ظاهر يا أخو طيب جاوبناه قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في وصفة الخوارج إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ما معنى يمرقون من الدين يمرقون إنت ما بتعارف مرق يعني شنو لما يقول لك مرق مرق يعني شنو وإش في السودان فلان وإنه فلان مرق يعني شنو طلع يعني يمرقون من الدين يعني بيمرقوا من الإسلام وبعض العلماء استندوا على هذا الحديث على تكفير الخوارج عرفته؟ والخوارج ديل عندهم مصول ديل مانحنا بالمناسب لأنه بيجيك صوفي يقول لك هؤلاء خوارج إنت ما بتعرف يعني شنو خوارج يا صوفي ما بتعرف يعني شنو خوارج يقول لك ديل الخوارج وديل اللي بيكفروا الناس إحنا ما كفرنا المسلمين إحنا منكفر الكافر الكافر منكفره زول أشرك يعني أسميه لك شنو ديرنا نسمي لك شنو زول مشرك راسه عديل أسمي لك أمير المؤمنين يعني ولا كيف؟ هو مشرك وقع في الشرك زوgs وقع في الشرك وقيمت عليه الحجة وطلع بره الإسلام أسميهلك شنو زوار كفر به يها وقيمت عليه الحجة مرتك؟ ما داري رجعتاني أسميهلك شنو يعني الخوارج نحن مال خوارج الخوارج هم البيكفروا بالمعاصي بكفروا بالكبيرة الخوارج بكفروا بالمعاصي بالكبيرة الزان يقول لك كافر شارب الغمر كافر عرفت الحاصل؟ عندهم المعاصي وده مخالف لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام لأنه وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمرة من الصحابة رضوان الله عليه وما كفره النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقام عليه حد الخمر كعبد الله حمار رضي الله تعالى عنه والحديث البخاري موضوع انتهى فما بتكفر انتهى الكبيرة إلا دول يستحل شرب الخمرة ويكون ما عنده شبهة يقول الخمرة شراب حلال والخمرة ذات حلال وما عنده شبهة في الموضوع ده ويعرف حكم الله في الخمرة ده ما قاله مرق خلاص مرق بر الإسلام أو أي دول بيستحل محرم من المحرمات أي محرم استحلوا استحلوا يعني شنو يعني قال حلال وهو يعلم إنه ربنا حرمه وما عنده شبهة في الموضوع ده مرق خلاص مرق بر الإسلام وكذلك من أصول الخوارج إحنا ده ما بنقول به يبقى نكون خوارج كيف إحنا ما بنكفر بالمعاصي ولا نكفر بالكبائر نكون خوارج كيف عرفته من أصول الخوارج الغريبة يجي يقول لك يقول لك حلقين صلعة وكم من أوصاف الخوارج إنهم بيحلقوا صلعة والله يعني الصلعة حرام ما نحلق يعني مثلا إنت عارف ده يعني إنت لو ده رصلا تبقى الناس خوارج بالصلعة معناتها عزة السودان تشدت خوارج ماذا يقول لنها يقول ولا ما ياهو عزة السودان كلهم بتاعنا المعسكر ناساً لها الخدمة الوطنية كلهم معناتها خوارج بفهم الناس ده يا أخي الله يهديك أيوة نعم هم كانوا اتخذوا حلاقة الصلعة شيما ووصف لهم لكن ده في فترة زمانية معينة أما الآن فما بتجد ما بتجد مثلا إنه أي زول بأحليك صلعة بيعتقد عقيدة الخوارج فيمتى لكن الصوفية ما بيفهمه من أصولهم وده من أكبر أصولهم تكفير الحكام والخروج على الحكام وده سيرموميتر تقسبيه وإنت الناس ده تعرف أي زول خارجي ولا لا أيوة ما عليك إلا تسأل من الحكومة بس والله يقول لا مولانا ما رأيك في هذه الحكومة هل هي حكومة كافرة ولا حكومة مسلمة لو قال لك هذه الحكومة لم تحكم بشرع الله وهي حكومة مرتدة فده زول خارجي ده مجرم كبير ده معنات بعشوية حقول لك أنا هل نخرج لا بد من الخروج زي ناس القرضاوي قرضه الله سأل الله يقرضه يريحنا منه القرضاوي ومين ما تعرف حسان يا عقوب الجماعة ديل ديل أوم الخوارج في النهاب يسوقوك بيطلعوك يقول لك لا بد من الخروج يا خروج يا خروج والشعب يريد إسقاط النظام إنت بتمرك تعاين يمين شمال مولانا مافي وينوه شلال وينوه ما معروف هو بيطلعك انت بي معاي بيطلعك من المنبر بيشحنك فل هذه الحكومة وكلت أموال الناس واه واه ويته طبعا هنصلك مفلص حاجة الطعمية ما عندك عرفتها الشغلة تكتم معاك طيب نسو هشلو لابد من الخروج اخرجو تلقي الناس عقود تعاين بيجاي مافي مولانا مافي تعاين بينا مولانا مافي تعاين جدا مولانا مافي وين ماشى كتم الصغر بع شوي شع braid إنت تكون تزوغ تلقي الدفارات حوطة الشغلة تتورطتي إنت ولا ما تورطت أنت قلب خلوك شغل هذي فاك ساي كدمرك بس ساي نبسينا جنب البطارة أطلع فوق فوق في البطار داك قول لا بد من إسقاط النظام كانت تشوف يسقطه قلت ولا النظام بيسقط جنرب ألاك تقال شغل هذي فاك ساي فدال المجرمين موجودين قاعدين في البلد دي يكفر الحكام بالكبير ويدعو الناس إلى الخروج على ولاة الأمور وده ما منهجنا ولا منهج النبي عليه الصلاة والسلام منهج النبي عليه الصلاة والسلام الصبر والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره ولو ضربوا ظهورنا ولو أكلوا أموالنا ولو جاروا ولو ظلموا ما لم يكفروا أو يمنعوا الصلاة دا منهج النبي عليه الصلاة والسلام أيها هذه عمله شفت يسكن مع المادار يسكن ويتساكن كده ساكن بغادي بعد الجخيص والاسم هو ساكن كافوري أيوة يجب عليك تطيعه ولا على كيفك يا مولانا ديراك من حربي آخر موديل أيوة برضو واجب عليك تطيعه رفت الحاسل يا مولانا أكلوا قروشنا برضو واجب تطيعه الكهرباء بيقات غالية واجب تطيعه المو يقطعوها واجب تطيعه طماطم مافي واجب تطيعه الفول الطلب بيقى بيمية واجب تطيعه أي فهم واجب تطيعه إلا في حالتين اتنين يا يكفر كفر صراح يقول يا ناس تاني مافي حاجة يسمى دين ومافي شيء يسمى إسلام يكفر بأي نوع من أنواع الكفر يصرح بعد ذه لو كفر وإنت عندك استطاعة تقدر تطلع تقلعوه بيجوز لك تطلع لكن لو كفر وما عندك استطاعة برضو ما بيجوز يعني يقول الحاكم كفر عديل بيقى يهودي مثلا وإنت ما عندك استطاعة شايل لك سكين وده شايل له كمشة وده شايل له فرار وده شايل له عكاز لا بد من إسقاط النظام يا ذول هو عنده دبابات وعنده طيارات تقدر تسقط نظام بفرار ولا عكاز بيدبابة واحدة يدمر ليك كل الخرطوم دي ولا ما بيقدر بيقدر ما بيخليها ليك بالسهل إذن حتى لو كفر ما بيجوز لك تخرج عليه إلا بعد القدرة والاستطاعة لأنه بيبقى بيدخل في باب الجهاد وربنا قال وأعدوا لهم ما استطاعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم أو يمنع السلاة يقفل المساجد يقول تاني سلاة ما في ما في أي زول يصلي تاني أسألكم بالله هس حكومتنا عملت واحد من الاثنين ديل وانا ما منظم معهم شانت أقول لي مولانا أظن الدوك ظريف ما دون أي ظريف ولا عندي بطاقة مع النازل نهاي لكن ده حكم الله ده حكم الله إنهم نخلي حكم الله عشان أهوانا ولا عشان نفوسنا ما كفروا عن ديل مسلمين بيصلوا في المساجد بيصوموا معك رمضان يعني سنبقى مسلم يسوليك شن يعني تاني زول بيشهد أشاهدتين بيصلي معاك في المساجد بيصلي صلاة العيد صلاة الجمعة عرفتها بيطبح الضحية كل ده معك تاني بعد ده كله تكفروا كيف وما منعك حسن اليوم في جامع واحد في السودان قفلته الحكومة قالوا ما في ظل يصلي لاقاك جامع زيدفي ما في المساجد مفتوحة الحمد لله تصلي جوا ندرش البراع برا كل الأمور ما شاد أمام والحمد لله فكيف يكفر يكفروا كيف عشان تعرف الخوارج دي الناس مجارما أعمل حسابك منهم في جامع في جبرة اسمه خاتم المرسلين أعمل حسابك الجامع دعمل حوله كده خط أعمل إياك والاقتراب لأنه دي منطقة قابلة للانفجار أو واحد تقرب من هناك في واحد هناك في جريف في جريف مع اللفة بتاعت جريف دي كسيمة شنو يا أحمد صابرين معا لفة صابرين الجريف شرك لفة صابرين في جامع هناك عمل حسابك عمل خط أحمر عرفته ومساجد كثيرة لو قعدنا نعيد ذلك مش قصنا المسجد حقصنا المولانا اللي بيغتوا فوق تعمل حسابك ديل ما أصلي معهم لا جمعة لا تراويح ما أصلي معهم لا تحضر لهم محاضرات غنوات غنوات طيبة غنوات ما تعرف شنو عمل حسابك بكل غنوات في النهاية دارت سوقك شفتها وإنت عبارة عن طعم في يدهم السنارة مش بيخدتوا فيها حاجة عشان تقبط السمكة انت الحاجة اللي بيخدتها في السنارة بيرموك لما تقبط في النهاية السمكة بتكون كلتك انته وهم بيكونوا شالوا السمكة وطرح أخواننا وديها أصول الخوارج وانحن ما عندنا دا كل ما عندنا لي والحمد لله نسمع ونطيع لولاة أمورنا الحمد لله في المنشة والمكر وندعو لهم الله نسأل الله يهديهم لأنه بهدايتهم تنصلع أمور الخلق تنصلع أمور الدنيا والدين بهدايتهم نسأل الله يهديهم ونسأل الله يعينهم على تحكيم شرع ونسأل الله عز وجل يعينهم بالبطانة الصالحة ويدفع عنهم بطانة السوء لمنهج أهل السنة والجماعة مراجع أي كتاب يخطر على بالك أي كتاب من كتب أهل السنة والجماعة بتلقى الكلام ده بالنص نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه جزاكم الله خير بارك الله فيكم السلام عليكم